سوف ينهاره و سوف يتعرفه و سوف يقول الرجال الشرطة انه ذاك الشاد الذي كان في المدينة القديمة هو اللي قال لهم ان الأساد عنده مبالغ مهمة في الطار لانه كان يلاه باق واحد صيارة دياله هو ذاك الأساد كان غي يشرب كي بدا يقول كل شي يعني كيقول الأسعار دياله كاملين سلام كيدا يرين مزيانين نتمنى تلقاكم هذا الفيديو و انتم في احسن الاحوال القضية اللي سوف نهضر لكم عليها هذه الليلة البطل ديالها كان واحد الأساد فرنسي عيش في المغرب بسبب السلوك دياله او الميولات دياله ستقتل بواحد طريقة وحشية ولكن شكل يقتله و لماذا قتله ما سيجعل المحققين يضوخوا ما هو المجرم ولكن كما نقول لكم دائما لأول مرة يرى هذه القناة لا ينسى اشترك وبالنسبة للحباب اللي ديالما متبعيني لا تنسوا الجاملة فيديو باش ديالما يصلكم الجديد القصة دياله هذه الليلة ستبدأ نهار سيقرر واحد الأساد فرنسي انه يزور المغرب لأول مرة في حياته سيمشي لعند واحد وكالة الأصفار اللي غادي يلقاها دائرة رحلة منطامة للمغرب وبالضبط لمدينة فاس ذاك الرحلة كانت لمدة لها تمنيا وذاك الوكالة كانت دائرة واحد البروغرام اللي زوين اللي غا يشوف فيها مدينة فاس والنواحي ديال مدينة فاس وغادي يتعرف على المطبخ المغربي وعلى التقافة المغربية وحتى على المعمار المغربي الشيء اللي غادي يخليه من اللي رجع لفرنسا كان مبهور وكان كي تسنى اول فرصة يرجع فيها للمغرب وفعلا اول عطلة غادي يقرر انه يزور عوثاني المغرب وهذه المرة ممشاش مع وكالة الأصفار غادي يجيب بوحديته لمدينة مراكش العطلة ديال هاد المرة كانت فيها جوج جيل الأسابيع جال مدينة مراكش وغادي يجلس في واحد الفندق فخم غادي يتسارم زيان في مراكش وفي النواحي ديال مدينة مراكش وغادي يزيد يتعرف على التقافة المغربية وبما انه كان عنده واحد الميول جنسي غادي يلقى تشيح وعيج اللي كان يقلب عليهم الشي اللي غادي يخليهم اللي يرجع لفرنسا غادي يقرر انه يستقرر في المغرب بصيفة نهائية غادي يبدأ يراصل مجموعة ديال المدارس ديال الباعتات الفرنسية اللي كان في المغرب صيفة المراكش صيفة الأقادير صيفة طانجة صيفة الفاس وصيفة تحت المكناس وهذه هي المدراسة اللي غادي تقبل فيها وغادي يراصلوها هاد المدراسة كان سميتها بول فاليري وهي مدراسة ديال الباعتات الفرنسية كينا في مدينة مكناس وفيعلاً مع مع بداية الموسم الدراسي سيأتي المكناس ويستسلم الوظيفة أول موصل المكناس سيقلس في الفنطق لكي يبدأ يقلب على بلاسة التي يسكن فيها أول بلاسة يوجد شقة التي يسكن فيها مؤقتا يجب أن يجد فيلا التي يقلب عليها بمواصفات خاصة يجب أن يكون فيلا في حراقي وفيلا كبيرة وفخمة وفي نفس الوقت لم يكن لديه غارات في الجيران يعني يريد بلاسة التي تكون خاوية وفعلا سيجد فيلا في حراقي في مدينة مكناس سيجدها بعيدة ومكالمية والجيران الذي يدير به أغلبية لم يسكن يعني كان بحل ساكن بحديته بعد أن يستقر في هذه الفيلا وقتها سيقلب على شخص الذي يأتي في الطار ولكنه لم يكن لديه غارات في مرات يتعاونه كان بغير راجل يعني شخص الذي يهتم بالجردة يتسخر له ويعاونه حتى في شغاله للطار يقلب حتى يلقى واحد سيد الذي يسميته المعطي سيخدم معه ويبقى في مدينة مكناس عندما يستقر سيخرج ويقلب أو يمشي الملاهي الليلية أو يدور في الشارع يقلب على شخص الذي يكون شاد جنسيا لأنه لم يكن لديه مع العيالات كان لديه غير مع الجنس الخاشين هذا ما سيقلب سيبقى يمشي الملاهي الليلية ويبقى يدور في الزنقة سيتعرف على مجموعة الشبان والدائرة والدائرة سيبقى تتوسع لأنه واحد يعرفه بواحد وواحد يعرفه بواحد الشيء اللي يجعله يبدأ ينطم عنده حفالات في الدار حفالات خاصة غير الرجال قليل لك تلقى شي بنت كينة ولا جوج أغلبية الحفلة يكونوا فيها غير الرجال لأنه كما قلت لكم الدائرة ديال العلاقات دياله بدأت تكبر بدأ يعرف شباب وشبابك يعرفه على شباب لأنه كان سخي وكان يعطيهم مبالغ مهمة سيبقى لديك الحال لمدة 15 سنة حتى يخرج تقاعد ومور ما خرج تقاعد فضل أنه يبقى في المغرب يعني ما غادش يرجع لفرنسا وغاد يتبقى الحياة دياله كما هي مرة في السمانة كينطم واحد الحفلة أغلبية كما قلت لكم غائل الشاباب وغائل الشواد الشيء الذي سيجعله يرتاح الكثير من الشاباب الذي يقول لهم أسرار خاصة به كانت فيه الهضرة كان يقول حاجة التي يخصها تتقل والتي لم يخصها تتقل حتى الوحد صبح الذي سيجي الرجل الذي يعاونه في الفيلاه وسيجده مقتول فيه كثير من عشرة ديال الدربات اللي غائرين بالموس لقاه طايح في الأرض وعريان وميت الراجل تخلع أول حاجة دارها ما قد استحاجة وتتصل بالبوليس اللي غادي يحضروا بالحين فعلاً من بعد المعاينة ديال مصرح الجريمة غادي يعرفوا أنها جريمة قتل بدافئ السارقة وبما أن الأستاد كان ممجوج ما عنده تواحد في مكناس كان يعرف غداك السيد اللي اسمه المعطي اللي خدم معه في الفيلا أول واحد سيبدأ معه التحقيق كان هو المعطي بقوا يسولوا فين كنتين ليلة البارح شكون جاء عنده قال لهم أنا رسالة الخدمة ديالي البارح مع الساد الأشياء وقلت له سوف نمشي في حالي قال لي غيسير بقوا يبحثوا معه بالأول سيتردد وما بغاش يقول لهم ولكن من بعد ما بقوا يضغطوا عليه رجال الشرطة سيعترف لهم أن الأستاد كان شاد جنسياً وكان ينطم عنده حفالات وكان يستضف بزاف ديال الشباب اللي عندهم شدود جنسي أول حاجة بدأوا يبحثوا في الموحيط اللي داير بالفيلا يعني شكون اللي ممكن أنه يكون دخول عنده قالوا ممكن أنه يكون شفار ماشي ضروري واحد من هادوك اللي كانوا معاه وما اللي غادي يكونوا قتله غادي يبدوا البحث ديالهم ولكن البحث ديالهم ما غادي يؤدي تلشي نتيجة من بعد ما غادي يهزو الأستاد وغادي يمشيوا التشريح وغادي يقلبوه طبيب الشرعي غادي يقول لهم أن هاد السيد البارح كان شارب ومارس الجنس ولكن غالبا مارس الجنس بطريقة شادة الشيء اللي غادي يخلي المحققين يتأكدوا أنه اللي قتله واحد من داك الناس اللي كي قصروا معاه هنا غادي يبدوا يقلبوه وغادي يبقوا يقلبوه في الشواد اللي كينين في مدينة ناس غايبقوا كيقلبوه وكي يجيبوهم يبحثوا معاهم يعني كانوا كيمشون الملاهي الليلية وكيمشون البلايس اللي كيكون معروف فيهم أنهم كين فيهم شواد فعلا غادي يلقوا بزاف اللي كانوا كيعرفوه ولكن أغلبيتهم مدة ما شافوه غادي يبقوا كيقلبوه حتى غايلقوا واحد الشاد اللي عايش في المدينة القديمة في مكناس غادي يجيو وغادي يبقوا يبحثوا معاه وغادي يعطيهم أسماء ديالشيو وحدين اللي كانوا احتهمك يبحثوا ويبقوا كيوسعوا في الدائرة اللي بحث ديالهم في مكناس وخارج مكناس فعلا ذاك الشاد غادي يعطيهم اسمية ديال واحد الجوج اللي عايشين في النواحي ديال مدينة مكناس وبالطبط في موليدريس وبالفعل غادي يتحركوا النواحي ديال مدينة مكناس ثم غادي يبقوا يقلبو حتى غادي يلقوا الضر ديال داك الجوج ديال الشواد اللي كانوا شاباب غادي يدخلوا عندهم وغادي يلقوا هم ما زالي ناسين رجال الشرطة هنا دخلوا وبقوا يفتشو الدار اللي غادي يلقوا فيها بزاف ديال المتعلقات ديال داك الأستاذ الفرنسي بالاضافة لواحد المبلغ مالي مهم اللي هو عشرة ديال المليون غادي يشدوهم وغادي يديهم لمدينة مكناس وغايبدو البحث ديالهم قالوا لهم منجاوكم هات الشي وهذا المبلغ المالي منجاكم جاوهما قالوا الرجال الشرطة أن الأستاذ كانوا يعطيهم هدايا ولكن المبلغ مالي ما قدوش يقولوا أنه هادية قالوا لهم هديك الفلوس راها ديالنا هنا رجال الشرطة غادي يبتوكيد غطو عليهم حتى غادي يعترفوا غادي ينهاروا وغادي يعترفوا غادي يقولوا الرجال الشرطة أنه ذاك الشاد اللي كان في المدينة القديمة هو اللي قال لهم أن الأستاذ عنده مبالغ مهمة في الدار لأنه كان يلاه باع واحد سيارة دياله هو ذاك الأستاذ كان غيك يشرب كي بدا يقول كل شي يعني كيقول الأسعار دياله كاملين هما أول ما سمعوا أن الأستاذ عندهم مبلغ المالي في الدار غادي يبقوا يعيطونه كل نهار لأنهم قرروا أنه يسرقوا ذاك المبلغ اللي عنده في الفيلة دياله ذاك الشي اللي داره بقوا يوميا كي يعيطونه بغينا نشوفوك بغينا نديروا شي قصارة بغينا نديروا شي ليلة يعني كل نهار كيف يفكروه براسهم وفعلا الأستاذ واحد الليلة غادي يقرر أنه يستدفهم عنده في الدار غادي يعيط لهم وغادي يجيوا عنده ومن بعد ما دوزوا واحد القصارة اللي كانوا كلهم شاربين ودوزوا واحد الليلة مع بعضياتهم غادي يقرر أنهم يتخلصوا منه وفعلا في واحد اللحظة اللي كان غافل فيها واحد من ذاك الشاباب غادي ياخذ الموس وغادي يطعن ذاك الأستاذ ثلاثة والأربعة دياله فاش حاول يقاوم ودار عندهم زادوا يكملوا عليه يعني زادوا يطعنوا حتى في صدر تقريبا شربعة ديال الطاعنات والخمسة أخرين الشي اللي غادي يخليه طايح وغارق في دمه بالفعل غادي ينطو تاك الساعة وغادي يجمعوا أي حاجة كانت عندها قيمة وغادي يبدو يقلبوا على الفلوس اللي غايل قاوة مخبعها في الماريو أو في الدولاب حوايج دياله غادي يجمعوا ذاك الشيء وغادي يرجعوا المدين تزرهون بحل ما داروا تشي حاجة ولكن هنا الشرطة قد تتكتشف شكون هما يعني غادي يقدموهم للمحاكمة وغادي يتحاكموا بعشرين عام نافذة لأنه كان قتل مع سبق الإصرار وغادي يترصد القصة هنا ستتسالي كما تشوفوا بسبب تهور وميولات الجنسية وده وهضراء بزاف جابها وغادي يموت بطريقة اللي بشيعة القصة كما قلت لكم هنا ستتسالي وكنتمنى أي واحد أول مرة يشوف هذه القناة لا يبقل على الاشتراك وجمع الفيديو باش ديما يوصل الجديد السلام عليكم اشتركوا في القناة